بأغلبية واسعة وفي جلسة استثنائية وافق البرلمان الأوكراني على إلغاء القوانين المقايدة لحق الاحتجاج وذلك في خطوة تهدف إلى وضع حد لتصاعد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد النواب وقفوا دقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في كياب وكان تبني القوانين في 16 من الشهر الحالي أثار غضب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع للتظاهر ضد رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش منذ شهرين تقريبا وسبق انطلاق الجلسة البرلمانية أعلان رئيس المزرع الأوكراني ميكولا آزاروف استقالته وقال آزاروف إنه طلب من رئيس قبول استقالته لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة في الأثناء بات وسط العاصمة كياب أشبه بمعسكر محصن من الحواجز حيث ما يزال المحتجون يرابطون في أماكنهم